أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ تسجيل تسع حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وأضافت اللجنة في حسابها على تويتر أنه تم تسجيل حالتي إصابة بالفيروس التاجي لأول مرة في أبيان والمهرة فيما سجلت أربع حالات إصابة في عدن وحالة إصابة في لحج بالإضافة إلى حالة وفاة بالمرض هي الأولى في شبوة يرتفع عدد الحالات إلى خمس وستين حالة بينها عشر وفيات